السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا ما قدت به المحكمة في حق المتهمين في قضية التفل عدنان قدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف طانشا في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء الثالثة عشر من يناير 2021 بإصدار حكم الاعدام في حق المتهم الرئيسي الذي توبع بجناية القتل العمد مع سبق الاسرار والترصد المقرون بجناية الاختطاف والحجز والتغرير بقاسر وبعد مرافعات ومناقشات دامت ازيد من تسع ساعات اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي المتابع بالتهم المنسوبة اليه كما ادانت نفس هيئة المحكمة ثلاث متهمين اخرين كانوا يقتنون مع المتهم الرئيسي بنفس المنزل مصرح الجريمة باربعة اشهر حبسا نافدا بتهمة عدم التبليغ عن الجناية وكان المتهم حسب نتائج التحقيقات اقدم على استدراج الضحية الى شقة يكتريها وقام بتعريض الضحية لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج ثم عمد مباشرة على دفن الجتة بمحيط سكنه بمنطقة مدرايا بتانجا ترجمة نانسي قنقر